بالتزامن مع بدء العد العكسي لانتخابات برلمانية حزبية متوقعة العام المقبل أطلق معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع سياس وميتر لتهيئة المجال العام داخل الجامعات للحركة السياسية والنشاط الحزبي عبر رفع قدرات الطلبة على المشاركة حزبيا وسياسيا داخل جامعاتهم ومجتمعاتهم المحلية للإضاءة على هذا الملف نرحب في الاستوديو بمدير البرامج والتخطيط فيما حاج السياسة والمجتمع المهندس حسين الصرايري صباح الخير مهندس حسين وأهلا وسهلا فيك في استوديو أخبار السابعة مهندس حسين إيش سياس وميتر؟ شو بالضبط هذا البرنامج؟ وشو الأهداف منه؟ سياس وميتر من اسمه هو بداية قياس للاتجاهات السياسية لدى الطلاب وما منقدر نقيس الاتجاهات السياسية إلا إذا قدرنا أن نوعيهم بالمفاهيم الأساسية للمشاركة السياسية والمدنية سيادة القانون وحقوق الإنسان إضافة إلى طبيعة العمل الطلابي والعمل الحزبي داخل الجامعات وكذلك الأمر إحنا بدنا نقيس القابلية والقدرة وأيضا المجال العام الذي يسمح للطلاب للعمل حزبيا داخل جامعاتهم كل هذه المقاييس أو هذه المؤشرات بتساعدنا أن نشوف إذا إحنا ماشيين بالطريق الصح أو لا خصوصا وأنه اليوم نحن في انفراجة في الفضاء المدني بما يتعلق بالعمل الحزبي وإحنا اليوم نحكي عن طلاب الجامعات وهم ركيزي أساسية في التحديث السياسي وأنهم القادرين على نقلنا إلى المرحلة المقبلة وكما تفضلت نحن مقبلين على اختبار حقيقي العام القادم بالانتخابات النيابية إذا الشباب ما كانوا موجودين على الساحة بالترشح والتصويت إحنا نكون خسرنا كثير من القاعدة الانتخابات طيب مهندس حسين يعني في قياس للوعي وللإدراك وللمستوى يعني في نوع من أنواع الامتحانات طيب قبل قبل الامتحانات هل هناك طريقة للمشاركة هل تختاروا هل يتم التقدم الجامعات وأماكنها متى ستعقد هذه الامتحانات أو الاختبارات أو التقييمات شكرا على هذا السؤال لأنه اليوم هو آخر يوم للتقديم عبر التطبيق الإلكتروني أو عبر الطلب الإلكتروني الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي لمعهد السياسة والمجتمع وصندوق الملك عبدالله وأيضا عمادات شؤون الطلبة في عشر جامعات حكومية موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال إلى الجنوب اليوم أنا بدعو الطلاب من خلال شاشة رؤية أنهم يقدموا إلى هذا الأبليكيشن ويجاوبوا على هاي الأسئلة لأنهم رح يترشحوا للمرحلة القادمة من المقابلات اللي رح تجريها لجنة مختصة ومحايدة تشوف قديش قابلية هذول الشباب على العمل الاجتماعي على العمل العام والعمل الطلابي داخل الجامعات وإن شاء الله أنه نحظى ب250 طالب وطالبة على امتداد جامعات الوطن رح يشكلوا هذول منهجية البؤر هذول الشباب رح يأثروا على زملائهم وأقرانهم ورح يوعوهم أيضا بالخبرات والكفايات اللي رح ياخدوها بالتدريبات الطلبة أو اللي حابين يتقدموا لازم يكونوا منتمين لأي نوع من أنواع الأحزاب ولا؟ بالتأكيد لا، الفكرة بأنه مرحب بالحزبيين وغير الحزبيين اليوم إحنا بس منحكي عن العمر اللي هو أو عفوا السنة الثانية فما فوق بالجامعة حتى نعطي مجال للطلاب السنافر زي ما بيحكو لهم إنهم ياخدوا مجالهم جو الجامعة ويتعرفوا أكتر فإحنا منستهدف سنة ثانية فما فوق الكليات الإنسانية والعلمية أيضا مع بعضها البعض لأنه إحنا منشوف أنه هاي الفرصة لازم تكون متاحة للجميع وقياس التوجه السياسي يعتمد أنه إحنا راح نشوف هذول الشباب تحزبوا بعد هذا البرنامج بعد هذا البرنامج راح نتوجه هذا هو الهدف؟ مش بس هذا هو الهدف هذا الهدف أنه برضو كمان يأثروا على زملائهم يقنعوهم بأنه العمل الحزبي مجدي العمل الحزبي البرامجي وليس الساعي إلى تمجيد أشخاص معينين أو الحالة الفردانية من العمل العام نعم طيب مهندس حسين يعني كل هذا المشروع الهدف الأساسي والرئيسي هو فقط توعية ورفع قدرات ورفع وتغيير مفاهيم ورفع ثقافة في العمل الحزبي أم هو للانخراط في الأحزاب؟ ما الهدف النهائي؟ الهدف النهائي اليوم أن نلاقي 250 طالب وطالبة شاب وشابة في 10 جامعات حكومية قادرين على الانخراط في القوائم الطلابية التي تكون لها توجهات سياسية وبرامجية تابعة لأحزاب وقادرين على المناقشة وأيضا ابتكار الحلول التي توائم واقعهم فبالتالي نحن نتحدث عن 250 بؤرة قادرة من الشباب على أنها تأثر في غيرها وتصنع حالة من الرافعة السياسية داخل الجامعات يعني إحنا اليوم بندور بعشر جامعات عن 250 شخص جاهزين لا يفوتوا في هذا البرنامج فعالياته فقراته الدورات اللي فيه عطينا نبذي عنها إحنا اليوم قاعدين منحكي عن أول إشي لقاءات مكثفة مع عمادات شؤون الطلبة والعمداء كونه هم المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج إلى جانب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أيضا هناك لقاءات مع الأساتذة الجامعيين المؤثرين اللي بدهم يحاولوا أنهم يشجعوا الطلاب وأنت بتعرف قديش فيه عندنا أساتذة في الجامعات فيه عندهم أثر كبير على طلابهم بالتشجيع أو اللحبات يعني سلبيا أو إيجابيا فإحنا بنا نحاول قدر الإمكان أن نغنعهم بأهمية هذا البرنامج تدريبات ثلاث أيام فقط لهذول الطلاب لكن بعد ذلك كلياتها نقاشات رح نفتح الباب للنقاش جلسات نقاشية على امتداد الفصل الدراسي رح يصير فيه لقاءات مع قادة حزبيين رح يصير فيه لقاءات النقاشات تتعلق بالأحزاب القائمة أم بالقانون قانون الانتخابات وقانون الأحزاب بماذا بالزبط؟ النقاشات ستتمحور حول البرامج الحزبية المطروحة على الساحة اليوم ما هو الذي ينقص المشهد السياسي كاملا إضافة إلى كيف تعالج هذه البرامج الحالة الاجتماعية والاقتصادية أيضا للأردن لأن المدخلات الاقتصادية أو رؤية التحديث الاقتصادي اليوم اللي منحكي عنها ضروري الشباب يكونوا فيها ضمن رؤيتهم فالنقاشات ما رح توقف عند حد معين مش بس منحكي بس عمل حزبي وإنما منحكي عن برامج ممكن أنها تعالج مشاكل في المستقبل طيب من 250 شخص واليوم آخر يوم للتقدم كم عدد الطلبات اللي وصلت لهذا الفورم الإلكتروني؟ لليوم إحنا قربنا أن نوصل 600 تقريبا 600 طلب لكن أنا بدعو برضو كمان مرة من خلال شاشتكم المشاهدة في كافة أنحاء المملكة إنه تقدموا التنافسية عالية لكن إحنا هاي الفيز الأولى هاي المرحلة الأولى عننا الفرصة متاحة للجميع وفي عنا قدرة على إننا نشوف كل الطلبات اللي إحنا بتيجينا وإحنا رح نقعد مع الجميع ونعمل محاضرات توعوية في الجامعات حتى ننشر فكرة البنعمج يعني إحنا اليوم صار في عنا 600 طلب بدنا نأخذ 250 منهم هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية رح نكمل نأخذ من الـ 600 كمان فيه طلب جديد طلب جديد رح يطلق ورح يتقدموا له طلاب وبعد ذلك منكمل معاهم بنفس البروسيدور طيب الجامعات الخاصة متى سنبدأ باختيار طلاب وعمل برامج تدريبية في الجامعات الخاصة هو حقيقة توافق ما بين معهد السياسي والمجتمع وصندوق الملك عبد الله إنه البلك الأكبر أو الكتلة الأكبر الطلابية موجودة في الجامعات الحكومية في هاي المرحلة المرحلة القادمة إن شاء الله رح يكون فيها استهداف للجامعات الخاصة خصوصا إنه إحنا قاعدين نشوف إن الجامعات الخاصة فيه قبول كبير ردى الشباب فيها وأيضا عمادات شؤون الطلبة الموجودة فيها إلى تنشيط العمل الطلابي والعمل الحزبي لكن خلينا شوي نتعلم من تجربتنا بالجامعات الحكومية حتى نقدر ندخل إلى الجامعات الخاصة وبالمناسبة فيه كثير دعوات من الجامعات الخاصة إنه ندخل إلها وإحنا سعيدين بالشراكة معهم إن شاء الله في الفترة القادمة لكن خلينا نتروى شوي شوي نكون قادرين إنه ندخل على الجامعات وإحنا معنا تجربة جديدة وقادرين إنه نعرف التحديات اللي ممكن نواجهها نعم طيب اليوم مهندس حسين الأحزاب القائمة والبرامج المعلنية وللأسف بعض الأحزاب فيها تخبطات وفيها ستقلات وفيها مشاكل هل تعتقد إنه شوي سابق لأوانه أن ندعو الطلبة للحوار ولي رفع قدراتهم في ظل هذه التجربة الحزبية التي ما زالت ضعيفة بحسب مراقبين صحيح ما في شك اللي حكيته كثير صحيح إنه في عنا تخبطات في الساحة إحنا في بداية التحديث للمنظومة السياسية اليوم في أحزاب ناشئة في كثير من التضارب داخلها لكن النقطة الأساسية اليوم إنه التغيير ما بيجي بيوم وليلة وإذا ما خرطنا الشباب اليوم في هذا التمرين الحي والمباشر في العمل الحزبي متى بدنا ندخلهم؟ لازم يفوتوا وخليني أحكيها كلمة خليهم يغلطوا وخلي الأحزاب أيضا بالتجربة والخطأ تشوف وين المساحات اللي بتقدر تشتغل فيها وخلينا نشوف الشباب وين بيقدروا إنهم يأثروا داخل هاي الأحزاب لأنه صدقني إذا كان اليوم هناك استبعاد للشباب عن الساحة الحزبية أو من داخل العمل الديناميكي الحزبي هذا يعني بأننا سنخسر الشباب وهذا الجيل تماما في الأيام القادمة خلينا نجرب خلينا نتمرن مع بعض ونشوف شو ممكن أنه يطلع معنا من تحديات وإحنا إن شاء الله إنهم نقدر إننا نعالجها أكيد عدم وجود الشباب بيخسرنا طاقات كبيرة أكيد أفكار وتفكير خارج الصندوق ونبض جديد ودم جديد وهذا المطلوب اليوم في الأردن لكن التخوفات ماذا ترد على هذه التخوفات برغم تطمينات من أعمدة الدولة ومن رأس الدولة أن الأحزاب حرة في عملها وأن لا تدخل أمني كما كان في فترات سابقة في الأردن شوف التطمينات ساعدت كثير لكن لا أخفيك بأن الشباب ما زال خائف ما زال جيل آبائنا قاعد بتخوف من هذا الموضوع بخصوص تجربتهم اللي مروا فيها وبيخوفوا أولادهم وبناتهم من المشاركة الحزبية لكن خليني بس بدأ أضيف شغلي بأنه اليوم إذا أنت ما كان عندك القدرة أو المعرفة أو الكفاية التي تؤهلك للعمل الحزبي رح تظل خائف صحيح طالما أنت خائف تواجه الكاميرا مش رح تكون بهاي الطل الجميلة سيد العالم الله يسهدك فبالتالي اليوم لو ما تدربت جيدا على الظهور أمام الكاميرا ستبقى خائفا خلينا ندربهم أنهم يكونوا قدام كاميرا الأحزاب وخلينا نشوفهم يعني الوعي الكافي صحيح يزيل الخوف والمخاوف كاملة وتستطيع الانخراط في الأحزاب وفي العمل السياسي والحزبي بدون أي خوف لأنه أنت عارف بالضبط وين ماشي وعارف بالضبط يعني الطريق أمامك بالضبط يعني أنا بدي أشكر وجودك معنا مدير البرامج والتخطيط فيه معهد السياسة والمجتمع المهندس حسين الصراير شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك